الموضوع الذي سنتحدث به اليوم كما قلت عن المحرر كيفية أساسيات هذا الموضوع أساسيات موضوع أن إنشاء قوالب Wordpress حديثة وWordpress كلاسيكية قوالب Wordpress كلاسيكية لن نتحدث عنها نحن هنا سنتحدث فقط عن طريقة القوالب الحديثة فبداية سأذهب لتوثيق Wordpress وهنا بWordpress طبعا الأشخاص الذين يتعلمون Wordpress تطوير Wordpress وهنا بLearn تعلم يمكن أن تختار من هنا المطورين وهنا سيقوم بتوجيهك لأي نقطة من تطوير Wordpress لاحظوا بWordpress هناك تطوير بالبلوكس أو بالمكونات هناك تطوير خاص بالبلوغينز والثيمز والأمور أيضا الأخرى طبعا نحن نحتاج هذا تطوير القوالب ولاحظوا بتطوير القوالب الآن بالمرة الأخيرة التي قرأنا فيها هذا التوثيق لم يكن هناك شيء اسمه بلوكثيم الآن لدينا شيء اسمه بلوكثيم هنا وأمور أخرى يعني بالإضافة للأشياء التي تعلمناها بوقت سابق الخاصة بالقوالب التقليدية أو الكلاسيكية أيضا لدينا قوالب المكونات فما هي القوالب الكلاسيكية؟ دعونا نتحدث عن قوالب الكلاسيكية ما هي القوالب الكلاسيكية بWordpress؟ فإذا بكل بساطة ذهبنا إلى قوالب تقريبا أغلب القوالب الموجودة على الساحة أغلبها تقريبا تسعين بالمئة منها هي قوالب الكلاسيكية تسعين بالمئة أي قالب قديم يعني مثلا لنذهب مثلا قالب هذا قالب قديم من قوالب Wordpress اسمه 2017 فهذا القالب مثلا هذا القالب هو قالب كلاسيكي وإذا أردنا أن نرى كيف هو قالب كلاسيكي وتفعيل وذهبنا لنزور الموقع فإذا هذا هو لاحظوا بهذا الموقع يوجد لدينا صورة لدينا هنا صورة ومقالات لدينا هنا سايدبال وطبعا ولدينا هنا مقالات يعني الفكرة ليست بالشكل مرة أخرى الفكرة بالمضمون والمضمون يعني ما هي المكونات موجودة على الشاشة فلنلاحظ أن المكونات موجودة هي المقالات ولدينا هنا أيضا سايدبار ولدينا هنا ترويسة ولدينا اسم الموقع هذه الأمور كلها شكلت لدينا هذا القالب الكلاسيكي إذا ذهبنا إلى القوالب إذا ذهبنا إلى مرة أخرى إلى موقع Wordpress فإذا هذه الملفات التي فيه إذا ذهبنا إلى Wordpress Content ومن Wordpress Content ذهبنا إلى Themes فسنجد لدينا القوالب مثبتة منها هذا القالب الذي ثبته الآن خبرة قليل فإذا ذهبت إلى هذا القالب الذي هو 2017 سبنتين. هذا? لا. عفوا. فسنجد ان فيه ملفات معينة. لا اريدك طبعا ان تفهم ماذا يوجد. لكن اريدك ان يعني ان ترى الانماط الموجودة. او الشكل الموجود. او الشيء الذي يعني الذي يغطي على الصورة الان. يعني اكثر شيء تراه في هذا في هذه الملفات انها تنتهي في بي اتش بي. هذا هو. اكثر شيء تجده هنا. لاحظوا ان يوجد لدينا ملفات تنتهي بلاحقة بي اتش بي. مثلا هذا الملف مثلا فور او فور. فاذا ذهبنا الي ملف فور او فور. فاذا لاحظوا ان هو ملف بي اتش بي. ها هو يبدأ بترويسة بي اتش بي. يوجد تعليقات ليس لنا لا علاقة بها. يوجد لدينا هذا وهو فونكشن من اه فونكشن سورد بريس اه يعني فونكشن كلاسيكي كما هكذا يقولون. اه فونكشن عادي يعني دي من خلاله يمكن ان نجلب الهيدر للموقع. الهيدر للموقع يمكن ان يكون صورة صورة و اه اه اسم المقالة مثلا او هكذا او ايضا الاشياء الموجودة دقيقة لو اريكم فاذا الهيدر هو الاشياء الموجودة بالهيد تاج فاذا هنا لدينا هيد تاج مبتوح من هنا والاغلاق فاذا هذا هو هذي الاشياء الموجودة فيه. فاذا يعطيني الاشياء الموجودة بالهيد تاج ساعد اذا كان هنا عليك او شيء كهذا فيمكن ان يجلبه اه هنا. ايضا بالنهاية يجب ان يكون لدينا الذي مرة اخرى يعيد لنا الاشياء من سكريبتات موجودة او اي شيء وجهات فتر الى اخر. بالمنتصف لاحظوا ماذا يوجد بالمنتصف يوجد لدينا واتش تامل عادي الذي فيه محتوى هذه الصفحة. لاحظوا هنا مثلا للسيرتش فورم كتباكت سيرتش فورم. هذا فانكشن من فانكشن سوردكريس الخاصة بجلب مربع او مستطيل البحث. فاذا مرة اخرى اللي نغلق ونغلق فالفكرة بهذا الموضوع ان هذا هذا قوالب الكلاسيكية والذي اتفقنا ان هذه القوالب تشكل تقريبا حاليا تسعين بالمائة او اكثر من قوالب الموجودة على الساحة فاي قالب ستتعمل وسيكون قالب كلاسيكي جيد وسيكون فيه نفس الشكل الموجود امامك هنا. ما الاشياء ايضا موجودة فيه نلاحظ ان فيه صبحات مختلفة او اذا قمت تابعت معي سلسلة تطوير قوالب فانت على علم تقريبا بهذه الملفات انت تعرف ماذا تعني او اذا لم تتابع السلسلة لا مشكلة لا داعي لمتابعتها اذا تابعتها اكيد ستعرف وتتعلم اكثر او لكن لتتبع معي الان لا داعي لمتابعتها الفكرة الان هو ان تعرف ان هنا بهذا المرة اخرى بهذا القلب الكلاسيكي كل الملفات تنتهي ب .vhp جيد؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين عندما قمنا بفتح اي واحد من هذه الملفات ماذا كان فيها؟ كان فيها فانشان بي اتش بي خاصة بوردبريس زائد اه تاغز اتش تامر عادية محتوى الصبحة بال اتش تامر عادي جدا سهل جدا. الموضوع رقم اثنين لاحظوا انه اه ستجدون ان فيها ملف اسمه فانشان بي اتش بي. وهذا الملف لاحظوا اه فيه اشياء خاصة بالقالب انما هذا القالب ستجدون فيها الكثير مثل هذه العبارة يعني الاشياء التي يدعمها هذا القالب. وهذه يستكون موجودة بفنكشن اه يتم اضافته اين اين لننتهي لنهاية الفنكشن اين هو نهايته يبدو انه لا ينتهي. فمرة اخرى دعوني اذهب بالنهايته بطريقة اخرى. فلدينا هذا الفنكشن جيد دعوني اذهب لنهايته بهذه الطريقة نعم. فاذا من خلال اه هنا اسمها اه يمكن ان نقوم باضافة الاشياء التي يدعمها هذا القالب. مرة اخرى نحن نتحدث قوالب كلاسيكية. انا فقط اتحدث شيء عادي شيء موجود للتو. وورد برس يستخدمه منذ سنوات. فهذا شيء عادي جدا. لو لم تفهم المطمون لكن افهم الفكرة. ان لدينا هذه الملفات وفيها شيء يشابه الشيء الذي ترى امامك. ايضا الموضوع الثاني يمكن ان ترى او الثالث يمكن ان تجد في هذه اه بغلب القالب الكلاسيكية. يمكن ان تجد شيء اسمه تامبليت بارت. فذهبنا الى تامبليت بارت. فسنجد ان فيه مثلا الفتر. الذي يعتبر انه جزء من القالب. جزء من القالب بمعنى ليس القالب بمعنى الثيم. القالب بمعنى النموذج الصفحة. يعني لدينا هذه الصفحة هذا. هذه اسمها بالعربية اسمها قالب. هذه الصفحة اسمها قالب. لكن مقابل الكلمة الانجليزية تامبليت. وتامبليت يعني نفضل ان نقول نموذج. جيد لانه نحن قمنا بترجمة كلمة الثيم ايضا ترجمناها قالب. فالان اصبح لدينا كلمة ثيم وكلمة تامبليت الاثنتين معناها القالب. لكن بالفعل لا. الثيم بالبان القالب ان كل هذا. كل هذا المجلد ما بداخله. هذا ثيم. اما بالنسبة لموضوع التامبليت. فكل ملف من هذا تقريبا تقريبا مثلا 404 archive comments هذا هي عبارة عن تامبليت. يعني نموذج. نموذج الصفحة. وليس نموذج مرة اخرى بمعنى لكن اتمنى انكم فهمتم قصدي بهذا الموضوع. اه فهذه الصفحة فيها اجزاء معينة. فيها اه يعني اجزاء معينة مثلا جزء الفتر. اذا كان فيها فتر لا اعرف. نعم هذا يعتبر فتر جيد. وجزء الهيدر. فاذا هذا يمكن ان اضعه بملفات متخصصة. واسميها تامبليت بارت. ويمكن ان اقوم بجلبها عندما يكون هناك حاجة لها. مثل اجلب الفتر اجلب الهيدر الى اخر. واضح. فاذا هذا هو بهذا اه يعني بهذا الموضوع. اه مرة اخرى اذكرك ان هذا قالب كلاسيكي تقريبا يشكلت اكثر من تسعين بمئة من قوالب وورد براس في الوقت الحالي. اه اغلب القالب اللي التعامل معها هي قالب كلاسيكي. وبي وورد براس اسمها اه كلاسيك او او كلاسيك او كلاسيك تيمز هذا. فاذا اردت تعلم كيفية انشائها تعود للديكمنتيشن باسم كلاسيك تيم. او اه تذهب لي اه طبعا السلسلة سلسلة قوالب وورد براس التي انشارناها من قبل اه فيها الاساسيات عن هذا الموضوع. الاشياء الذي حدث فعليا ان هذا القوالب مرة اخرى او كرر انها تشكل تسعين بالمئة يعني كثير من الاشخاص سيستخدمها. الكثير من واقع تستخدمها. بالرغم من ذلك اه انه وورد براس حاليا يتجه نحو القوالب المكونات او بلوك ستيم وليس القوالب الكلاسيكية. فبالتالي هذه المعرفة الخاصة بالقوالب الكلاسيكية مهمة وجيدة وممتازة لكن اغلق الاتجاه ليس لها. الاتجاه نحو القوالب البلوكات الموجودة هنا. فهذا الشيء الذي انا فعليا سأركز عليه في اذا كان هناك دروس حول وورد براس سأركز على هذا وسأنسى موضوع القوالب الكلاسيكية وفقط اشرح عن ما نحتاجه منها. لكن ليس كيفية انشاء قوالب الكلاسيكي بالرغم مرة اخرى بالرغم ان اكثر من دسعين بالمئة من القوالب الموجودة على الساحة هي قوالب عادية او قوالب كلاسيكية. قوالب المكونات تختلف تماما يعني بشكل كبير جدا تختلف عن القوالب الكلاسيكي. فموضوع مختلف. فقبل الدخول بهذا الموضوع اود منك ان تجهز نفسك اننا سنتعلم شيء جديد سنرى شيء جديد ربما يشابه قليلا او اكيد الشيء التي سنتعلمها سيكون لها موافق او لها نظير او لها مقابل بالقوالب العادية. لكن بشكل عام القوالب المكونات تتجه اتجاه مختلف نوعا ما شيء جديد بخصوص هذا الموضوع. وشيء جديد من عدة نواحي. من نواحي ان كيفية كيفية ترتيب ملفات او كيفية انشاء ملفات القوالب. من ناحية ملفات المقوالب. من ناحية المحتويات هذه الملفات. ومن ناحية ايضا تطوير مكونات. والتطوير مكونات يكون اما عن طريق قوالب او لكن لا مشكلة لا نريد ان نذهب يعني بعيدا بشكل متقدم. وكون هذا كما اخبرتكم هذا عبارة عن ورشة عمل بمعنى اخر. ساتحدث انا كثيرا ليس درس حتى اقوم بفقط اعطائك الاشياء المفيدة واذحب فقط انا احدثك واعلمك كشخص كمدرس امامك الان. فساكرر الكثير من النقاط. وسا يعني احرص على ان ان لا اغادر مثلا هذا البث الا والنقاط واضحة التي اريد التحدث بهم. حتى لو كررتها وكانت مزعجة للبع. فهذا موضوع الموضوع قوالب الكلاسيكية شرحناه ووضحناه. موضوع القوالب مكونات الان سنتحدث به. فبكل بساطة ساقوم بتثبيت قالب او تفعيل قالب مكونات مختلف عن قالب 2017 الذي هو قالب كلاسيكي. بالنسبة لقوالب المكونات اي قوالب مكونات تكون هي يعني اذا بحثنا الان على الانترنت وسألت ما هي نسبة قوالب مكونات الموجودة سيقول لك خمسة بالمئة. يعني خمسة بالمئة من القوال الموجودة هي قوالب مكونات. وبالرغم من ذلك مرة اخرى هناك اتجاه نحو هذه القوالب. وبالتالي يعني علينا ان نخوض بها قبل ان تصبح يعني قبل ان نتفاجأ وتصبح شيء رسمي تمام. هي رسمية ولكن اقصد تصبح شائعة جدا علينا ان نبدأ بها. فالان القوالب الموجودة حاليا حتى ان نتدرب عليها هو قالب 2024. يعني 2024 قالب العام القادم صدر من وود برس منذ يومين. سنقوم بتفعيل هذا القالب وعليك ان تحدث ورد برس لاحدث نوسكة حتى يظهر لك هذا القالب. الموضوع الثاني يوجد قوالب مثلا 2023. ايضا قالب مكونات. وان اعتقد او لا اعرف هل يوجد هو تقريبا تقريبا قالب مكونات. لكن القوالب مكونات هي تحديدا حاليا هي ثري وفور. فثبت اي منها للتدريب. لتتدرب وتفهم الموضوع. فنحن سنثبت اه او نثبت ثري مبدئيا. نثبت ثري ما رأيكم? وايضا سنمر على فور. اه اه فاذا قمت الان بالتحديد. لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث. اه يعني لا شيء. نفس القصة. اه لدينا اه هيدر على ما يبدو. اه فيه اه قائمة. اه لدينا هنا اه ماذا? هذا يعتبر اعتقد اه او 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 مثلا. هيدنج معين. لدينا هنا المقالات في موقعي التي انا اضفتها بشكل تدريبي يعني. ولدينا اه فطر ايضا. فاذا ما الشيء ما الشيء المختلف. لا بالمنظر لا يوجد شيء مختلف. نفس الاشياء لدينا هنا مكونات. لكن فعليا ما الشيء الذي يحدث وراء الكواليس. فاذا ذهبنا الى القوالب جيد. فلدينا نحن فعلنا هذا. سأذهب الى هذا القوالب. فنحن نذهب الي. اه تري. تأكد هالانترنت سرعته جيدة. نفس الشيء يقول لي ان السرعة جيدة ولكن ليست ممتازة. على اي حال. فاذا هذا هو القالب. لنرى الاشياء الموجودة فيه. فيختلف فعليا. يختلف. الان دعوني اريكم الاشياء الموجودة بتوينتي او توني سبينتين. لاحظوا. هذا القالب الكلاسيكي. وفي الاعلى هنا القالب الجديد. او قالب المكونات. فبرأيكم ما هو الفرق. يوجد فرق صحيح. يوجد فرق. اول فرق لا نجد شيء اسمه первыхります. هنا. أه نجد هنا شيء اسمه بارت لكن هنا الكلاسيكي اسمه تمبلت بارت هنا اسمه بارت نجد هنا شيء اسمه تمبلت. نجد شيء اسمه جديد. أه نجد هنا الأنماط هنا موجودة. أه ولدينا هنا شيء اسمه 스타يلات ولدينا بطريقة تاكر todd primulights والمكونات لدينا style.css لكن ليس لدينا هنا functions.php فيوجد اختلاف. فإذاً لناخد بهذا الاختلاف. لنحدث عن هذا الاختلاف. فإذاً بداية عفوا هذه الملفات. فإذاً لنرى مثلا ما بداخل style.css فإذاً ما الشيء الذي بداخله. فبكل بساطة ترويسة القالب. أي قالب على فكرة يجب أن يكون له ترويسة. وهذه الترويسة أقل شيء تكتب فيها اسم القالب. وهذا هو اسمه. ومعلومات عنه. فإذا style.css لا يوجد شيء. فعلياً لا يوجد css. يوجد فقط ترويسة القالب. وهذا الملف ضروري فعلياً لكي يقول لنا أو نعرف أن هذا المجلد الموجود الذي صنعناه هو مجلد قالب. فكيف يتم التمييز من خلال style.css وإضافة الترويسة خاصة بالtheme name. فإذاً هذا style.css. بالنسبة لموضوع المجلد التامبلت لنرى. فإذاً لنرى ما بداخل التامبلت. فإذاً لاحظوا بالتامبلت يوجد لدينا 404.htaml. فإذاً الآن ليس لدينا .vhp. كان لدينا .vhp مرة أخرى. فإذاً إذا قمت بالنظر بالقالب الكلاسيكي. لاحظوا بالقالب الكلاسيكي بجذر المجلد يوجد لدينا 404.vhp. بالقالب المكونات أو block theme يوجد لدينا مجلد اسمه التامبلت وبداخله for offer وليس لاحقته .vhp لاحقته .vhp. فدعونا نرى ما بداخل هذا الملف الذي هو اسمه for offer. فإذاً الآن أيضاً هناك اختلاف بالمحتوى . لاحظوا هو ملف html عادي فأنا يمكنني التمييز بعض مكونات html التي هي مثلاً main tag main واغلاق tag main ولدينا هنا class معين تم إضافته بشكل . لاحظوا لدينا هنا class اسمه wordpress-book-group لكن لاحظوا أن نحن فتحنا قبل قليل style.css ولا يوجد في هذا class فمن أين جاء كل بساطة أين قاعدة هذا class فهذه الأسئلة ابقيها بذهنك وأيضاً لدينا هنا هذه الأشياء لاحظوا تعليقات هذا عبارة عن تعليق تعليق بhtml نحن نكتب هكذا التعليق صحيح؟ نبدأ هكذا ونغلق التعليق هكذا لأن هذه هي طريقة التعليق بالhtml عفون لكن هذه فعلياً لاحظوا كأن هذه ليست مجرد تعليقات بل هي tags لها معنى فمثلاً لاحظوا هنا يوجد لدينا شيء اسمه group وهنا لاحظوا كأنه فتح tag الgroup وقام بإغلاقه في الأعلى يوجد لدينا template part وهنا أيضاً في الأدنى يوجد لدينا template part الذي هو الفتر سأغلق هذا ولدينا هنا مرة أخرى لدينا هنا template لاحظوا لدينا 404 لدينا page لدينا single لدينا search index وامور أخرى archive إلى آخر لاحظوا أن لدينا هنا هذا هو index.html ولا أعرف إذا كان هذا هو سبحة الرئيسية لكن إذا أردت أن أعرف هذا template الذي تم التحميله هنا ما هو كل بساطة أقوم بالنقرب على تحرير الموقع الموجودة في الأعلى فإذا نقرت على تحرير الموقع لاحظوا سيقول لي هذا blog home فإذاً blog home هو ربما هذا template أو template تم إضافته بشكل أو تواتيكي هنا فإذاً هذا هو blog home لاحظوا blog home فيه المقالات الموجودة هنا زائد يوجد فيه شيء اسمه areas أو المناطق يعني هنا منطقة الهدر هنا يمكن أن أعدل الهدر لاحظوا هذا هو الهدر الذي يظهر هنا آآ ثواني فإذا هذا هو الهدر لاحظوا هذا هو موجود هنا وأيضاً يوجد لدينا منطقة الفتر فذهبنا إلى الفتر ها هو هذا هو الفتر وهو الفتر في الأدنى وفي المنتصف هنا يوجد لدينا محتويات هذا الـ timeblet مثلاً لو ذهبنا إلى تمبليت مثلاً آخر دعم نذهب بتمبلت آخر التامبلت الآخر نريد أن نذهب إليه هو القوالب مثلاً تامبلت الصفحات هذا هو إذا قمت بنقر على قلم يعني للتعديل أريد ذهب لصفحة أعتقد هذا مثال على صفحة إذاً لاحظوا هذا مثال على صفحة أعتقد هذا هو التامبلت لصفحة مرة أخرى إذا أريد تأكد أكتب تحرير الموقع وتحرير الموقع ولي نرى فإذاً تحرير الموقع لاحظوا هو قالب الصفحات أيضاً ها هو إذاً هذا هو قالب الصفحات لاحظوا يمكن أن أضيف هنا مثلاً شيء مثلاً معين دعوني نعم أنا بالآن في قالب الصفحات تتبعوا معي لأن أحياناً الإنسان يضيع عندما يرى هناك أكثر من يعني نقطة يمكنك أن تنقر عليها وبالتالي تتشوش وتضيع فتتبع معي في الأعلى هنا يخبرك التامبلت الذي أنت تعدل عليه فأنا أعدل على البيجز فمثلاً لو أرد مثلاً هنا أن أضيف شيء هنا فبعد العنوان عنوان المقالة عنوان الصفحة فأنا بكل بساطة يمكن أن أنقر على النقاط هكذا وأكتب add after يعني أضف بعد بعده سأضيف هنا مثلاً آآ سأكتب هنا عنصر جديد مضاف وأقوم بالحفظ فإذا تم الحفظ الآن إذا أردت النظر في هذه الصفحة فإذا هذا قالب مثال على صفحة هذا قالب الصفحات فإذا مثال على الصفحة لاحظوا هذا هو فقمت أنا بالتغيير على ذلك طبعاً أنا لاحظوا الضفت هنا عنصر جديد مضاف الضفت عنصر جديد مضاف لكن هل هذا سيؤثر على قالب الصفحات موجودة هنا؟ فإذا مرة أخرى يعني أفتح بالمحرر template page فإذا لاحظوا مرة أخرى لدينا هذه الضفت الغريبة نوعاً ما ولا مشكلة هي غريبة الآن لكن ستصبح مألوفة لاحقاً إذا تتبعتك كل الورشات العمل التي سنقوم بها في إن شاء الله الأيام القادمة فلاحظوا لا يوجد هنا شيء اسمه نص مضاف أو شيء عنصر جديد مضاف لا يوجد شيء فلم يتم إضافته هنا فإذا أنا عدلت بالموقع على قالب الصفحات في موقعي أنا فعلياً لكن قالب الملف بالملفات القالب لم يتم تعديده لم يتم تغييره فإذا أين تم التغيير فعلياً؟ التغيير تم في قاعدة البيانات فإذا هذه نقطة مهمة التغيير تم في قاعدة البيانات ويمكن أن أثبت لك ذلك وعليك أن تكون صبوراً اليوم لن أعطي للدرس اليوم أعتقد معلومات كثيرة إذا نحن في قاعدة بهذه القاعدة بwordpress post فيمكن مثلاً أن نرتب هكذا لاحظوا فإذا هنا هذا هو التعديل الذي حدث في بوست تايتل بيجز والبوست تايب أين هو البوست تايب؟ فإذا دعوني أكرر دعوني أكرر هذا أن بموضوع بموضوع التامبلت والمحرر بwordpress فعفوا نكرر النقطة مجدداً التغييرات التي التي أنت تقوم بها على الموقع بداية أنت تغير بالملفات يمكن أن تغير بالملفات من هنا هذا تغيير رقم واحد تغيير الرقم اثنين إذا غيرت بالملفات فهي تكون بالملفات التغيير الرقم اثنين هو أن تغير من الموقع مباشرة وإذا غيرت الموقع مباشرة أين يتم حفظ التغيير؟ ليس بالملفات بل بقاعدة البيانات وأين بقاعدة البيانات؟ بالقاعدة البيانات خاصة بwordpress بـ table اسمه wordpress-post وثم يتم التغيير الآن سأريك التغيير فأي شيء خاص بالقالب عفوا دقيقة أي شيء خاص بالقالب فتنحل أنا بwordpress نعم دقيقة حتى أريكم أي شيء خاص بالقالب يعتبر بpost type wordpress underscore template أنا أقول قالب الآن وأقصد بالقالب الصفحات يعني النموذج وليس القالب دعوني أستخدم الكلمة الإنجليزية حتى نكون على مسافة واحدة قالب هنا أقصد أي تغيير بالقالب يعني أي تغيير بالتامبلت فهو ينعكس في قاعدة البيانات فإذاً إذا عمنا إلى edit هنا لاحظوا التغيير ها هو عنصر جديد مضاف لاحظوا تم إحاطته تم إحاطته بwordpress paragraph وإغلاق وأيضاً فقبل أن ننهي وأستلم الأسئلة إذا كان هناك أسئلة طبعاً وهنا أيضاً يمكنك أن تغير بالstyle يعني إذا قمت بنقر على هذا العنصر هكذا ونقرت هنا ويمكنك أن تغير لا ليس هنا عفوا هنا تنقر هنا والمكون لاحظ هنا النموذج يعني الصفحة كاملة المكون الذي أنت تحدده هنا فهنا مثلاً أريد خلفيته مثلاً أخضر مثلاً ولونه أبيض مثلاً لا عفوا الخلفية أخضر والناس لونه أبيض أو شيء كهذا وثم حفظ وحفظ والآن على الصفحة سيصبح هنا لدينا هذا لاحظوا عندما أقوم بإنشاء صفحة جديدة فليس مقالة جديدة صفحة جديدة لأن هذا هو قال بالصفحات عندما أقوم بإنشاء صفحة جديدة فالصفحة دعوني أكتب test test ونشر ونشر والآن سنرى الصفحة فيها أيضاً عنصر جديد مضاب لماذا؟ لأنني أنا غيرت على النموذج الموجود هنا أين هو؟ هذا هنا وشيء أخير شيء أخير إذا قمت أنا بتغييرات على هذا النموذج وأردت أن أقوم بإلغاء التغييرات وأبقى على تغييرات القالب بمعنى التغييرات الثيم الموجودة بالملفات فبكل بساطة أذهب إلى النموذج من هنا أقوم بالنقرة على هذه النقاط أكتب مسح التخصيصات وحفظ وحفظ والآن أذهب إلى هنا تحديث يجب أن يحفظ فيه واختفى جيد؟ فتدربوا على هذه النقاط اليوم على أن نكمل غدا منها يعني نكمل غدا من حيث توقفنا